مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى تفاصيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن عملية درع الشمال التي أطلقها جيشه مطلع الشهر الجاري انتهت بتدمير أنفاق ميليشيا حزب الله على الحدود بين لبنان وإسرائيل وجاء أعلن نتنياهو خلال جولة ميدانية برفقة أعضاء حكومته على الحدود مع لبنان معلنا أنه تم تحييد هذه الأنفاق التي استثمرت ميليشيات حزب الله الملايين من أجل إقامتها 22 يوما كانت كافية للجيش الإسرائيلي لإنهاء عملية درع الشمال بن يمين نتنياهو قال عند إعلانها إن الهدف منها ردم أنفاق حزب الله على الحدود مع لبنان لكن للمعارضة الإسرائيلية رأيا آخر هل كانت العملية درعا لنتنياهو أم درعا للشمال سؤال ألحى في طرعه معارضوه الذين ربطوا توقيتها بتوصيات الشرطة الإسرائيلية التي أدانت رئيس الوزراء بشبهة الفساد قبل العملية بأيام فوزير الدفاع فيكدور ليبرمان كان يفضل ضرب غزة ثم التفرغ للأنفاق التي لا تعتبر حاجة ملحة من وجهة نظره أما زعيمة المعارضة سيب ليبني فقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو كان يبحث عن سبب لتأجيل الانتخابات التي سيخسرها لمحال ويمكنه استخدام العملية كمبرر لتحقيق غايته لكن ها هو نتنياهو يعلن حماسه الآن لخوض انتخابات تشريعية مبكرة من المقرر إجراؤها في نيسان القادم وفي حساباته من الأفضل خوض انتخابات تشريعية قبل أن تقدم ضده لوائح اتهام في قضايا الفساد خاصة أنه يعول على أنفاق حزب الله كإنجاز أمني يدعمه بين الناخبين وعلى عقص التوقعات المعركة انتهت بكلمة من نتنياهو لم تحصل المواجهة العسكرية مع حزب الله وعلى الأرض يكتشف نفق خامس يضاف لما سبقه لكن ما يهم نتنياهو أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية باتت محسومة له حسب استطلاعات الرأي الإسرائيلية سيستأثر اليمين بزعامته بأكثرية ضائلة في الكنيسة وسيشكل الرجل حكومته الخامسة كرئيس للوزراء لتكون أطول مدة لحكومة يمينية منذ وجود إسرائيل أرحب من جديد بالضيوفي عبر الإخبار الصناعية من الريحانية التركية بالخبير العسكري سيادة العقيد علي ناصيف وضيفي من القدس الغربية الدبلوماسية الإسرائيلية السابقة سيد مائر كوهن على أن ينضم إلينا بعد قليل مرسلنا في بيروت طوني بولوس أبدأ معك سيادة العقيد درع الشمال وفق نتنياهو انتهت أربعة أنفاق تم إغلاقها والنفق الخامس الذي يصل إلى الأراضي الإسرائيلية ووفق المعلومات أو التصريحات التي أدل بها القادة الإسرائيليون أنه أيضا تم تفجيره هل بالفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية أو درع الشمال حققت أهدافها وفق متابعاتك أم أن لهذا الإعلان الذي ترافق أيضا مع إعلان إسرائيل أن مصانع الأسلحة لدى حزب الله توقفت ويبحثون عن مناطق بديلة أو مصانع بديلة له تداعيات سياسية متعلقة بالانتخابات بالتأكيد أخي أحمد عملية درع الشمال الذي أطلقتها إسرائيل وصرحت عنها ونقلتها إلى حتى أروقة الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام وعلى ضج إعلامي كبير بعكس ما كانت إسرائيل تفعل إسرائيل دائما كانت تقوم بتوجيه الضربي بشكل مفاجئ ولا تعلن عنها ولكن عندما بدأت بهذه البروبيكادة الإعلامية وبهذه الضج الإعلامية هي كانت تريد أن توجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية في الدرجة الأولى بأن انتبهوا يا حكومة لبنان لا تجعل حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية بشكل كامل فسيكون أعمال وتصرفات حزب الله هو كارثي بالنسبة لكم من قبل إسرائيل أما موضوع الأنفاق موضوع الأنفاق هو لم يكشف بين يوم ليلة وضحاها وإنما هذه الأنفاق بشكل مسبق مكشوفي ولكن في هذا التوقيت وفي ظل هذه الظروف قد يكون هناك هروب من لا يريد نتنياهو أعتقد أنه لا يريد فتح جبهة مع غزي في الوقت الحالي لأن الظروف الدولية غير مهيئة لذلك لذلك فتح قضية درع الشمال ومعركة الأنفاق مع حزب الله وبالتالي الآن انتهت كل شيء وقرت الانتخابات في إسرائيل وضمنه حسب ما وردت في تقريركم الترشيح لذلك أعلن عن انتهاء العملية بكل تأكيد النتيجة أقول لك توقعتي بأن إسرائيل لا تريد فتح جبهة في لبنان مع حزب الله وإنما يكفيها الآن ضرب حزب الله وضرب داعم حزب الله في الأراضي السورية المفتوحة لها دون قيد أو شرط ودون أي إحراج دولي لذلك سيئة العقيد عمدت إسرائيل على موضوع حل الأنفاق باستخدام سياسة الردم والإسمنت بدلا عن التفجير هل تخشى المواجهة أو الرد من قبل حزب الله ولا تريد وفق كلامك أن تنقل ساحة الاشتباك إلى لبنان لا يفهم من كلامي أن إسرائيل تخشى من هي لا تخشى من مواجهة حزب الله حزب الله هو مرسود تحت الأعيون الإسرائيلي وتحت الأزرع الإسرائيلي تستطيع إسرائيل تدميره هو على مقرب منها ليس في جنوب لبنان فقط إنما في حضر في جولان على منطقة حضر على بعد كيلو متر واحد من إسرائيل له بقرات ولكنها لا تريد أن تستح جبهة الآن في لبنان وإنما هي إرادة فقط أن توجه رساله إلى الحكومة اللبنانية أعود من جديد إلى السيد مائر كوهن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ضيفي من القدس الغربية ذات سؤال لك لماذا اتبعت إسرائيل سياسة ردم الأنفاق بالإسمنت مواقع أغلمية أو إخبارية إسرائيلية قالت أنه منذ بدء العملية حتى الآن 344 أو أكثر بقليل شاحنة محملة بالإسمنت هي من تولت موضوع ردم تلك الأنفاق ولم تتبع السياسة الكلاسيكية أو المعروفة بقصف أو تفجير تلك الأنفاق برأيك هل تخشى مواجهة مع حزب الله أو رد من قبله وهي ما لا تنويه تريد الصراع أن يبقى ضمن الأراضي السورية سيد كوهن أولا الكشف عن هذه الأنفاق الهجومية لحزب الله يعتبر أيها معاك سمعك تفضل سمعني أسمعك جيدا تسمعوني ولكن ربما تأخر بالصوت قليلا أنا بقول أن هذه نعم أنا بقول أن الكشف أنا بقول أن الكشف عن هذه الأنفاق تعد ضربة استراتيجية لحزب الله الذي أراد استغلال هذه الأنفاق لمبغدة إسرائيل ويعني وعطاء الانتباع بأنه يمكنه أن يشكل انتصارا في حال اندلاع حرب انتصارا يعني من ناحية المعنوية باحتلال أجزاء من الجليل وإسرائيل بهذه الخطوة منعت حرب وبالتالي منعت هذه الحرب لأن أصبح حزب الله في حالة زهول من اكتشاف هذه الأنفاق من ناحية أخرى أنا أعتقد أن عدم تفجير هذه الأنفاق الهدف منه عدم إعطاء حزب الله زريعة لبشن هجوم ضد إسرائيل وإسرائيل لا تريد مواجهة في الوقت الحالي طيب هناك من يرى بكل العملية سيد كوهن أنه استثمار من قبل نتنياهو وحكومته من أجل الانتخابات سؤالي لك لماذا رفض مع بداية العملية نتنياهو إجراء انتخابات في هذا التوقيت وقال أنها خطأ كبير واليوم أعلن عن انتهاء العملية وقال ودعا إلى انتخابات مبكرة هذا الأمر لا يتعلق بالانتخابات الأمر القائد الأركان هو في جلسة المجلس الوزاري المصغر قبل نحو شهر ونص عرض هذا الموقف على الكابنت الإسرائيلي المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية واتخذ القرار بالقيام بعملية الكشف عن هذه الأنفاق وهذا الأمر لم يكن له علاقة بالانتخابات وعلى عكس ما يرى كثير من المحللين يا سيد كوهن نتنياهو أراد أن تكون هذه الانتخابات استثمار من قبل نتنياهو نعم قبل أن يخوض الانتخابات يريد تحقيق مكاسب أمام الرأي العام الذي يميل ربما إلى اليمين واليمين المتطرف هناك من يرى أن حضوط نتنياهو واتلافه عالية جدا في الانتخابات القادمة لا هو الهدف من تقديم موعد الانتخابات بيعود إلى التحقيقات التي يجريها المستشار القانوني للحكومة أبيخاي مند البليد في الملفات التي تتعلق بالقضايا ملاحقة رئيس الوزراء قضائيا ووجد أن هذه الفرصة مواتية لتقديم موعد الانتخابات لأنه كان يريد نعم لأنه كان يريد إجراء الانتخابات ليس في شهر أبريل 9 من أبريل أراد أن تجرى هذه الانتخابات في شهر مايو بعد عياد بايد الاستقلال قبل أن أختم معك سيد كوهين لدي سؤال وليس كبيرا وليس له علاقة بالأوضاع من ناحية أخرى فقط لضيق الوقت خليني أسألك هذا السؤال إسرائيل تعلم جيدا وتعلن دائما أن هذه الأنفاق حفرها خطط لها حزب الله وتتاهمه دائما ولكن بالمقابل لماذا تحمل في تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن تلك الأنفاق لأن حزب الله هو جزء لا يتجزأ من النظام الحالي في سوريا وهو يعني بيشارك في الحكومة وفي البرلمان في لبنان تقصد وبالتالي المسألة لا تتعلق بحزب الله وإسرائيل فقط وإنما حزب الله نعم في بداية حزب الله وإسرائيل لكن الآن الأمر يتعلق بين إسرائيل ولبنان أن حزب الله جزء من النظام في لبنان وبالتالي المسألية تقع على لبنان هذا هو الموقف الإسرائيلي شكرا جزيلا سيد مائر كوهن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق من القدس الغربية كنت معنا مباشرة عبر الأخمر الصناعية من هناك رحب بمراسل أوريانت نيوز من بيروت والمحلل السياسي توني بولوس مرحبا بك معنا توني مع إعلان إسرائيل انتهاء عملية درع الشمال هل هذا ربما يزيح أحد الأسباب التي تعصف بالوضع السياسي والأمني في لبنان أم كيف هو الوضع مع استمرار استخدام الأجواء اللبنانية للقصف الإسرائيلي على المواقع لحزب الله وإيران في سوريا يعني في الواقع أحمد هناك مفارقات عديدة سجدت حتى الآن في هذا الصياق في الوقت الذي يعلن نتنياهو أن عملية درع الشمال أصبحت وراءنا وأنها أنجزت مهمتها وأنهت الخطر الذي كان قادم على إسرائيل من خلال أنفاق وحددت عملية تدمير أنفاق بشكل تفجيرهم واليوم كانت تفجير نفاق خامس حسب بعض المصادر والمعلومات من الجنوب وكأن إسرائيل عمدت إلى صحفة الاشتباك مع حزب الله من خلال بعض الزراعة يعني هنا الأنفاق كانت أحد الزراعة التي كانت تمكن إسرائيل أن شن هجوم كبير على حزب الله وهي تمتلك أداة قانونية نوفر قانون الدولي وأن حزب الله اخترك القانون الدولي وعدد أمن إسرائيل من خلال هذه الأنفاق وبالتالي يشن تشن ضربة موجعة له في الداخل اللبناني ولكن هذا أمر لم يحدث سيناريو آخر أيضا أحمد كان هناك يعني إسرائيل أعلنت أنها كشفت بعض المقرات والصواريخ ومصانع إيرانية في لبنان صنى صواريخ بقيقة المدى أيضا أعلنت عنها وعادت وأعلنت عبر الصحافة إسرائيلية أن إيران عمل أن تحقيق هذه المصانع في لبنان وبالتالي وكأن إسرائيل سحبت كافة الزرائع وكأنها سرحبت الفتيل الذي كان قابل الاشتعال في أي مواجهة محتملة بين إسرائيل وحزب الله من الواضح يعني حاليا إسرائيل تستخدم الأجواء اللبنانية لشن غاراتها على ميليشي حزب الله وميليشيات إيرانية في الداخل السوري وحتى الآن وأنا أكلمك في هذه الأثناء الصيانة الإسرائيلية يحلق بشكل كثيف جدا في منطقة الجنوب وفي منطقة صيدة وصوية النبطية وعلى ارتفاعات منخفضة وينفذ بعض الغارات الوهمية وكأنها أيضا في صابقة حليصة لم تكن تستخدمة بشكل كبير عدى هذين اليومين وكأنها ستوجه رسالة أيضا في الداخل أن صحيحنا القواعد الاشتباك لتزال نفسها قائمة بين حزب الله وإسرائيل أي أن أي ضرب لحزب الله يكون في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني ويكون الضرب لأي محاولات كسر توازن قوى القائم منذ عام 2006 حتى الآن سواء بإدخال صواريخ دقيقة أو بإدخال صواريخ استراتيجية وبعيدة لمدى ولكنها بالوقت نفسه تهدد عبر تحليكها بهذه الكسافة في أجواء لبنان أنها تغير قواعد اللعبة في أي لحظة وفي حال عدم استجابة إيران لبعض الضغوطات أو ربما بعض الفوضات والبزار السياسي الحاصل خلف الطاولة وبالمقابل توني أيضا لأول مرة منذ بدء عملية درع الشمال من قبل إسرائيل تحمل إسرائيل المسئولية في هذه الأنفاق وما حدث للحكومة اللبنانية هل في ذلك أي مؤشرات أو رسائل إسرائيلية إلى الحكومة اللبنانية والوضع اليوم المعلق سياسيا في لبنان؟ تماما أحمد هذه مؤشر إلى أن إسرائيل تقول للمجتمع الدولي أن مشكلتها الآن ليست معزب الله هي حكومتها المشكلة الآن ما أسمحت مع لبنان كدولة وخاصة أن حزب الله يمسك بزمام الأمور بالدولة اللبنانية ولم يعد هناك من فصل بين الدولة اللبنانية وحزب الله وبالتالي تقول إسرائيل المجتمع الدولي أن المشكلة الآن أسمحت مع دولة لبنان وأي عمل عسكري سيتوجه إلى لبنان كدولة وليس كميليشيا أو كجزء من هذه الدولة اللبنانية وخاصة أن العملية التي اليوم إذا لاحظنا التطور بالتالي مشاركة حزب الله بهذه القوة السياسية في الحكومة أمر مرفوض إسرائيليا يعني هو أمر مرفوض هو أمر يعني لا يمكن القول أنه مرفوض إسرائيليا حتى الساعة لأنه إسرائيل تتعاطب بشكل ديبلوماسي جدا أو يورد لبنان يعني يضع حكومة لبنانية ولبنان كلها بمواجهة إسرائيل بدلا من حزب الله يعني إسرائيل يعني تعمد حاليا لشهر اشتكاء على حزب الله في مجلس الأمن وهي تشتكى على لبنان بشكل عام حتى أيضا لبنان يذهب لمجل الأمن ليشتكي على إسرائيل وبالتالي أصبحت وكأن المواجهة تحولت من مواجهة عسكرية وكانت يعني سابقا منطقة مزارع شبعة هي قاعدة للاشتباك فعندما كان يريد حزب الله أن يوجه رسالة إسرائيل كان ينفذ عملية ما في المزارع شبعة وهي خارج إطار 1701 نتيجة عدم ترسيم الحدود بينها وبين الجولان السوري وبالتالي وأيضا إسرائيل كانت توجه رسائل يعني تضرب بعض معاقل حزب الله في هذه المنطقة تحديدا الآن أصبحت وكأن العملية تحول الدبلوماسية بين حكومة لبنان بشكوى على مجلس الأمن وأيضا إسرائيل تقدم شكوى على مجلس الأمن باختراك لبنان وليس عزب الله للكران 1701 وبالتالي كأن إسرائيل تذهب باتجاه دبلوماسي آخر أكثر من ما هو تصعيد عسكري والمواجهة العسكرية ستبقى ضد حزب الله ستبقى ضمن إطار الأراضي الإسرائيلية حتى الآن حتى تطورات اللحظة أشكرك جزيل الشكر توني بولوس مراسل أوريانت نيوز كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت كل الشكر لسيادة العقيد علي نصيف الذي شاركنا على مدار الحلقة الخبيرة العسكري من الريحانية التركية كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة أنا ألقاكم غدا في حلقة جديدة وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة